أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على حرص حكومة على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة وكذلك السلاسل التجارية المختلفة والمعارضة وذلك قبيل حلول شهر رمضان المعظم وبالكميات المطلوبة وبأسعار أيضا مناسبة مع اتخاذ تدابير اللازمة لضبط الأسواق وخلال اجتماعيه مع وزير التموين لمتابعة موقف الأرصدى الاستراتيجية من السلع الأساسية والترتيبات الجارية لتوفير السلع بالمحافظات استعدادا لشهر رمضان المعظم أشار مدبولي إلى استعدادات إقامة معارض أهل الرمضان بالقاهرة الكبرى والمحافظات والتي تسهم بقدر كبير في تلبية متطلبات المواطنين من مختلف السلع ومسلزمات وتخفيف الأعباء المادية عن شرائح كبيرة